اشتركوا في القناة قال احتج العلماء الأمة في هذا الإجماع بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داودة وغيره بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة يعني صل الجمعة في جماعة لأنه لا تكون جمعة إلا إذا كانت في جماعة ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أربعة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او مرأة او صبي او مريض هؤلاء الجمعة ليست واجبة عليه عبد مملوك او مرأة او صبي او مريض ونقل ابن المنذر ايضا اجماعا على ان المرأة المسلمة ان خرجت الى المسجد الجامعي يوم الجمعة وصلت مع الامام فصلاتها صحيحة وتجزئها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر